رجعنا لكم ورح نحكي عن السؤال التفاعل اليوم حطناها عنا على صفحتنا على الفيسبوك هل لازم نشرك الأطفال بقرار الطلاق لحتى نحكي بهذا الموضوع أكتر معنا سلينة قورشا أهلاً وزهلاً بك حبيبتي سيرسا عفواً أولاً بداية نصب على الخير طباح الورد ايش معنى اسمك؟ سيرسا القلب المحب الاسم شركسي هو أهلاً وسهلاً دائماً إن شاء الله المحبة تكون حولينا إن شاء الله طيب سيرسا خلينا نحكي عن موضوع الطلاق وإنه كتير من الأسر يعني ما بتقدر تكمل مع بعض ومرات كتير بيكون الطلاق صحي لكل الأطراف حتى للأطفال أفضل من إنه يعيشوا في بيئة فيها مشاحنات فالسؤال هون إنه هل لازم نشرك الأطفال بهذا القرار أو لا؟ هلأ في فرق بين إشراكهم بالقرار وفي فرق بين إنه يكون في حوار على موضوع الطلاق ويكون في معرفة على قليلة أنا من شغلي يعني اليومي مع الأسر مرات بيجوني كتير أهل وبيقولوا أول إشي ما منعرف شو نحكي للولاد أو ما منعرف إذا أصلا لازم نحكي للولاد إنه عم بيكون فيه طلاق بالعيلة لكن أنا دايما بقولهم إنه أي سر بالعيلة هو بيحمل نوع من أنواع الأعباء النفسية للطفل يعني لما الطفل ما بيكون عارف إيش بالضبط عم بيصير بعيلته خصوصا لما الأطفال بيكونوا يعني فوق السبع سنين أطفال واعيين واعيين بالضبط لما بيكون فيه مشاحنات بين الأهل حتى لما بيكونوا أصغر بس أصدي على السبعة بيكونوا كتير واعيين لإيش العوامل اللي عم بتصير جوه البيت فمرات بيكون فيه اختفاء تام يمكن لواحد من الآباء وبيصيروا يستفسروا الأطفال عن هذا الموضوع أو بيكون فيه عظم وضوح وغمغمة اللي بيخلق قلق وتوتر كتير عالي كمان عند الأطفال فدائما لما بيكون فيه سر لما ما يكون فيه إشي واضح يعني أي وحدة فينا هلأ بتدخلوا عابيت وبيكون فيه وضع مكهرب وبصيروا تسألوا شوفي وباحدة يخبركم كيف بيكون شعورنا إحنا ككبار فما قالنا لما بنكون صغار ولسه عم منحاول نستوعب العوامل المختلفة اللي عم بتصير بالبيت فجوابا يعني على السؤال هو لازم يكون فيه إشراك للأطفال بي على قليلة الحوار والمعرفة هلأ القرار للطلاق هذا طبعا يعني قرار كتير كبير ما بقدروا الأطفال ياخدوا هذا القرار لازم يكونوا جزء من المعرفة لازم يكونوا يمكن جزء من القرارات اللي بتخصهم يعني خصوصا لما بيكون فيه اسم ما بين النومة ببيت ماما وبالضبط والنومة ببيت بابا بس على القليلة لازم يكون فيه مشاركة لإلهم على الترتيبات هاي المختلفة إذا هم ما عندهم مانع فيها يجب مرتاحين فيها إذا ربما بيكونوا بفضلوا إنهم يكونوا خلال الدراسة مع الوالدة أو الوالد أكتر يعني كل هذه التفاصيل ولكن كمان هون يعني ذكرتي نقطة كتير مهمة هن ينحكالهم الموضوع ولكن هن القرار النهائي مش عندهم أو هن ما بقدروا يحكموا أكيد على المرأة نضلها مع رجل هي ما بدت تكون موجودة معها والعكس صحيح يعني ما هو قرار اتطلاء أكيد يعني فيه عوامل كتير كبيرة فيه فيه مشاكل كمان أكيد أسرية عميقة فيه قرارات كتير صعبة يعني بتدخل عوامل كتير أكبر من مرات الأعمار الأطفال اللي هم بقدروا ياخدوا فيها أي قرارات لكن يعني النقطة الأساسية إنه الأطفال لازم يكونوا عارفين شو بالضبط عم بيصير جوه البيت ووين رح يكونوا هم متواجدين ومع مين وقديم ممكن يشوفوا الأب أو قديم ممكن يشوفوا الأم هذا كتير بيأثر على نفسية الأطفال وبتعبهم يعني إحنا مرات منقول إنه الزواج ممكن ما يكون للأبد أو لحديث ما واحد من الأهل يتوفوا لكن الطلاق بالنسبة للأطفال هو أبدي يعني دائما رح يكونوا أمي وأبوي متطلقين وإيش الآثار أو الترتيبات النفسية اللي راجع على الطفل هاي النقطة الجوهرية اللي لازم ينحكى فيها بكل بين طيب أدي أهمية الحوار وإشراك الأطفال في القرارات اللي هي بتخصهم أدي مهم إنه نتحاور مع الأطفال في أي موضوع ما نحكي هذا الموضوع لأهم كبار صغار عليه أو ما بصير إنه أحكي معهم بهذا الموضوع أدي مهم منتحاور مع الأطفال؟ هذا مهم كتير يعني مهم بالنسبة لإنه بأي بيت البيت الصحي اللي هو بفتح قنوات تواصل اللي بيكون فيه يأخذوا مشاركة لأراء أفراد الأسرة المختلفين وكمان يعني مبني على أعمار الأطفال المختلفة يعني الأعمار الأصغر في أصلا طرق وأسليب كيف منحكي فيهم بس هي نقطة أساسية لما إحنا مرات بدنا نغير مدرسة لأطفالنا مش مناخد آراءهم إذا مش دايما مش دايما مظبوط لكن الأهل اللي يمكن بيهمهم وبيكونوا عارفين الخصائص المختلفة اللي خاصة بأطفالهم بيأخذوا هاي النقطة بعين الاعتبار طبعا بالنهاية هو يمكن يكون قرار للأم والأب راجع وهذا أكيد إشي صحي ومرات حيبسئولية الأهل إنهم ياخدوا قرارات اللي هي بتصب بمصلحة أطفالهم لكن ببعض الأحيان كتير مهم كمان إنه نسمع لوجهات نظر الأطفال زي ما فرض نقطة غادة كتير مهمة أنا بشتغل مرات مع أطفال بيكونوا أكبر بعمر فرضا 12-13 بيقولوا أنا بأيام المدرسة ما بحب أضلني أنا طنط من بيت لبيت بتكركب كتبي بنساهم ورائي بيكون في علي جدول معين فهي اللخبطة بالحركة المستمرة كمان بتخلق توتر عالي فأدي الأهل عم بيسمعوا برضو لأطفالهم من خلال هاي يعني بخصوص هاي النقطة وبعد الطلاق الاستمرارية إنه الواحد يكون على يعني على اطلاع بدراسة أولاده على اطلاع بحيات أولاده ما يبعد عنهم ما يفترق عنهم لأنه إحنا عم نشوف ربما كتير من الأحيان المرأة عم تضطر إنها ما يكون أولادها معاها لظروف مادية أو لظروف العائلة أو لأنها تزوجت ولكن أدي لازم تظلها انفولف أدي لازم تظلها منخرطة بحياة أولادها وكمان للأب هذا بالضبط بنطبق على الطرفين إحنا اللي عم نشوفه والدراسات العلبية بتأكد لنا خصوصا عند الآباء الدراسات بتقول الرجل بيربط دوره كأب بدوره كزوج فلما بيصير فيه انفصال عن دوره كزوج بفكر كمان أو ممكن تلقائيا بالضبط بيصير فيه هذا الانفصال عن الأطفال يمكن بشكل أو بآخر فكتير مهم أنه يظلوا الأب والأم يكونوا تناتهم من خرطين يكونوا قد ما يقدروا على نفس الصفحة زي ما ما يقول من ناحية القرارات التربوية الرئيسية وبنفس الوقت لازم يكون فيه توقع إنه الإشي اللي بيصير ببيت بابا أنا ما بقدر أتحكم فيه كزوجة والإشي اللي بيصير ببيت ماما كمان أنا ما بقدر أتحكم فيه كزوج أو كأب أو كزوج صابق خلينا نقول فبس إنهم يكونوا من خرطينوا على دراية ومشاركين بقرارات اللي بتخص أطفالهم هذا بس بيصب بمصلحة الطفل منرجع يعني إحنا النقطة كمان الأساسية إنه بيصير فيه انفصال مضبوط بين الزوج والزوجة لكن هذا الانفصال الولاد مائلهم دخل فيه ولا مفروض يتحملوا أعباءه صحيح واللي بيصير بالعادة إنه للأسف هم بيروحوا يعني بالصراع وهو أكبر عامل اللي بيأكد على صحة الطفل النفسية اللي هو هذا الصراع المستمر بين ماما وبابا بسي في الولاء المجزأ أو المنقسم صح حكينا إنه الولاء المجزأ يكون الطفل شاعر بيعبئ إنه أنا لمن ولائي لازم يكون وإذا فرضا أنا بحب أروح عند بابا هل ماما رح تزعل أو إذا بحب أكون مع ماما هل بابا كمان رح يزعل أو لما حتى بدي أحكي تليفون مع ماما بخاف الطفل يطلب من أبوه أو مرات لما بسمع بنحكى عن الأم من طرف الأب وأهله والعكس صحيح كمان هاي النقطة منسميها توكسك يعني هي سامة للأطفال نعم هل قدي سامة لنفسية فقدام نقدر إنه الأشي كمان مر اللي بيصير بين الزوج والزوجة الأطفال ما يعرفوه ما يعرفو فيه وما يكونوا هم مسؤولين عن يكونوا مرسال ما بين الأم والأب هذا كمان بيخلق ضغط عاطفي ونفسي على الطفل وبيحملهم مسؤولية كتير أكبر من عمرهم صحيح صحيح أحكي لأبوك بالظبط طيب من التعليقات الموجودة عندنا على السؤال التفاعلي اللي حتناه على الفيسبوك جوليانا بتقول نعم يجب مناقشة الطفل بالطلاق لمنع الصدمة وبدون تكريه الطفل بوالده أو بوالدته ولكن عدم المناقشة باستمرار بتقول لأنه هذا بيتعب الطفل هلأ هو يمكن بيتعب الطفل ممكن لكن إذا الأطفال هم يعن بيضلهم يسألوا أسئلة ويجيبوا السيرة معناته الطفل محتاج لأنه يحكي على الموضوع مش مفروض الأهل يصدوا كلما كان في حوار إحنا دائما بنقول feelings better out than in يعني المشاعر الكلما هي فضفضنا عن مشاعرنا وعبرنا كلما ارتحنا كلما ارتاح الطفل فإذا صار في عنده أسئلة معينة ومرات الأسئلة رح تختلف يعني ممكن بأول فترة كتير غير الأسئلة بتكون عن بعد بسنة فمرات كمان لازم الأهل يكونوا جاهزين ومستعدين لأنه يجاوبوا على الأسئلة ومرات منقول أنه ممكن أنا هلأ مو جاهزة أجاوبك خليني أفكر بالجواب أنا بوعدك أنه رح أرجع لك هاي نقطة كتير أساسية والنقطة الثانية أنه رح تختلف الأسئلة بناء على عمر الطفل ومن أهم النقاط برضو بناء على شخصية الطفل في أطفال بياخدوا الموضوع بسلاسة أكتر من أطفال تانين فأنا يمكن يكون عندي طفلين ثلاثة بالعيلة لكن كل واحد عم بتعامل مع القلاء مع الموضوع بتعطب معه بطريقة مختلفة مثلا هنا وعد بتقول أكيد لا يعني بتجوابها على سؤال تفعل إنه لا مش لازم نشرك الأطفال بهذا الموضوع لأنه الأهل بعرفوا شو الصح وشو الغلط أما الأطفال ما رح يعرفوا هاي نقطة جمانة بس سوري بس دي أوضح للمشاهدين احنا ما عم منقول إنه الأطفال هم مسؤولين عن أخذ القرار هذا قرار كتير أكبر من عمرهم هذا قرار برجع للأم والأب احنا عم نحكي إنه لازم يكون في حوار حول موضوع الطلاق بعد ما الأهل أخذوا هذا القرار يعني ما منعيش الأطفال بحياة مش واضحة ومنستعمل حتى كلمات بس إذا كانوا بعمر كبير لازم يعرفوا يعني لازم يكونوا جزء من هذا القرار لازم يكون يمكن جزء إذا كانوا بعمر مثلا 18 سنة وفوق يعني هم وعيين هلا بطلوا أطفال أنا عم نحكي عن الأطفال هذولا صاروا بالغين بالغين يعني لازم يكونوا برضو جزء طيب فيه ناس يعني هلأ عم بتأيد وفيه ناس بتقول لا مثلا جمانة بتقول لا برأيها لا لأنه بضر بنفسيته يعني يمكن بضر بنفسيته أكتر لو ما عرف هلا لما كمان مرة بنرجع لموضوع إنه الأشي اللي عم بصير بعيلتي وأنا مو عارف إيش هو أو الأسرار اللي عم بتكون مخفية عني فالطفل خصوصا إذا بيكون في إعادة زواج فرضا من طرف الأب أو من طرف الأم والطفل يعني ضايع بالعيلة مو عارف أنا مع مين أو ممكن نستعمل كلمات زي بابا مسافر طيب أنا بدي أربط السفر هلأ بغياب شخص بحياتي لفترة كتير طويلة يمكن أنا ما عم بشوفه بشكل مستمر أنا عم بشتاء أدي عم بيصحلنا فرصة لأنه جد نخلي الأطفال أول إشي يعبروا عن إيش اللي جواتهم وما يصفي في عندي ارتباك عند الطفل على الوضع الأسري اللي هو عايشه صحيح صحيح وهون بس نهاية قبل ما نخلص بس ما نعرف إيش أكبر أو إيش أكتر خطر راح يؤثر على الطفل بحالة الطلاق هلأ كبامرة بنرجع بجوز لصحة العلاقة ما بين الأم والأب يعني الدراسات كلها بتأكد لنا كلما كان في علاقة توتر إذا كان في أي إساءات عم بيتعرض لها حتى الطفل إذا في حدا عم بيلعب كتير دور الضحية صح تمان هذا بيأثر نفسية برضو الطفل قدرته هو على التعامل مع المواقف الصعبة إذا كان في عندي طفل أصلا قلق وبتوتر بسهولة هذا كمان عامل خطورة أنا لازم أفكر فيه كأم وكأب عوامل اقتصادية كمان عم بتأثر برضو على عيشة الطفل على دخل الأسرة وين الطفل عايش قدي عم بيصير فيه تنقل ما بين البيتين وخصوصا للأطفال الصغار ما بيقدروا يتحملوا ما يشوفوا واحد من أهليهم خصوصا إذا كانت العلاقة قوية ما بين فرضا الأم إنه الطفل اللي بعمر فرضا 3-4 سنين تمر 3-4 شهر ما يشوف أمه هذا مضر كثير على نفسية الطفل والعكس صحيح كمان بالنسبة للأب خصوصا إذا كانت العلاقة قريبة فهي عوامل كثيرة لازم يفكروا فيها شكرا جزيلا إلى كسر صباحك أهلا بكم شكرا لألكم شكرا لألكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة